قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا أهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش الزراقية فقال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مئة عام ما يقطعها هذا ذكر لنوع من نعيم الجنة وهو ما أعد الله عز وجل فيها من الأشجار العظيمة والظل الوارف فقد أخبر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأن في الجنة شجرة شجرة في الجنة قيل إنها شجرة طوبة ولكن هذا لا دليل عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال شجرة هذه الشجرة من عظمتها أنه يسير الراكب في ظلها مئة سنة لا يقطع ظلها وليس أي راكب وإنما جاء تفسير ذلك في الرواية الأخرى الراكب الجواد المضمر السريع يعني لو كان يركب على فرس مضمر والمضمر الذي ظمر ليشتد جريه هو أسرع ما يكون من الخير يعني يسير هذا الراكب بسرعة كبيرة مئة سنة لا يقطع ظل هذه الشجرة إذا كان هذا وصف لشجرة من أشجار الجنة فما بالك بنعيمها شجرة واحدة من أشجار الجنة يسير الراكب السريع على الجواد المضمر السريع مئة سنة لا يقطع ظلها هذا وصف لشجرة واحدة من أشجار الجنة وهذا يدل على عظيم نعيم الجنة وعظيم ما أعد الله عز وجل لأهلها مئة سنة وهو يسير ما يستطيع أن يقطع ظلها سبحان الله ما هذه الشجرة شجرة عظيمة وهذا وصف لشجرة واحدة فقط من أشجار الجنة قال النووي رحمه الله قال المراد بظلها كنفها وذراها وهو ما يستر أغصانها وإنما قال النووي ذلك لأن الجنة ليس فيها شمس كيف يكون هناك ظل؟ ولكن هذا محل نظر والصواب أننا نثبت الظل على حقيقته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ظاهر النص ولا يستبعد ذلك ولا يلزم أن يكون هناك شمس حتى يكون هناك ظل قد يكون ظل يخلقه الله عز وجل قد يكون هناك ظل لإسفار يكون لأهل الجنة فإنه قد ورد في بعض الآثار أن هناك نور يكون من تحت العرش لأهل الجنة فالله تعالى أعلم يعني لا دعي لهذا التأويل وأن المقصود بظلها كنفها وذراها هذا تأويل لا دليل عليه والأحسن أن نثبت الظل كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله تعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله يعني بعض العلم استشر كيف يكون لله ظل الله تعالى لا يكون فوق الشمس ولا فوق أي شيء نقول جوابا عن ذلك أولا قيل إن المقصود ظل عرشه قد جاء هذا في رواية سعيد بن منصور وقيل إنه ظل يخلقه الله ظل يخلقه الله عز وجل والله تعالى أعلم لكن نؤمن بأن هناك سبعة أصناف من البشر يظلهم الله عز وجل كيف يكون هذا الظل ما مصدره ما حقيقته الله أعلم لأن أحوال الآخرة تختلف عن أحوال الدنيا تختلف اختلافا كبيرا فلا تقاسمور الآخرة بالدنيا هكذا أيضا نقول فيما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الشجرة نقول الحديث على ظاهره هو ظل ولا نؤول ذلك لا نقول المقصود كنفها وذراها لأن هذا التأويل لا دليل عليه إنما نثبت هذا الظل كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر